أصدقائي أعلم بيكم وحلقة جديدة من برنامج كل الناس نيوز فقدت الأمة الإسلامية والوطن العربي رجل له تاريخ عظيم ومواقف عربية مهمة صاحب السمو الشيخ جابر الصباح كل التعازي القلبية لشعب الكويت الحبيب ودولة الكويت التعازي مقدمة من الشعب المصري من كل مصري للأخ والإخوة في دولة الكويت التعازي من فريق أسرة برنامج كل الناس نيوز وقناة الصحة والجمال والتعازي القلبية للدكتورة غدير الصارح رئيس مجلس إدارة مجلة كل الناس كل التعازي القلبية ديهم النهاردة أصدقائي عندنا حلقة مهمة جدا وحلقة مميزة ومعانا فكرات كتير وبرامج كتير وما تنسوش أسئلتنا وجوازنا اللي في كل حلقة بنقولها والحاجات اللي احنا بنقدمها على طول في كل حلقة مين فينا ما فكرش إنه هو صغير يلعب كرة قدم في البيت في الشارع في المدرسة في النادي مين فينا ما جربش إنه هو كان حلمه إنه يبقى لعيب كبير أو لعيب مشهور أو لعيب معروف من وإحنا صغيرين معظم الشباب بيعرف يلعب ما بيعرفش يلعب كان بيلعب كرة القدم تخيلوا لو كان في الفترة اللي فاتت زمان وإحنا بنتكلم كان فيه مدارس كرة هل كان فيه لعيبة كتير ظهرت اختفت هل فعلا مدارس كرة مهمة في الفترة دي النهاردة هنتكلم عن مدارس كرة ومعانا مدرسة كرة باسم نجوم مصر ومعانا مجموعة من الكباتن هيكلمونا عن الفكرة وهيكلمونا عن مدرسة كرة وإزاي قدروا إنه هما بلاش نتكلم وخلينا هما نتكلم الأول أرحب بديوفي الأستاذ عمر هيكل والأستاذ رمضان حسن والكابتن محمد ذكري والكابتن إبراهيل حسن كابتن فكرة مدرسة الكرة وإزاي إن احنا نبتدي عندنا مدرسة كرة الفكرة جات لكوا إزاي وإزاي بتديتوا إنه تتنشطوا هزي الفكرة في البداية بحب أشكر حضرك وأسرة برنامج كل الناس نيوز على الدعوة الكريمة وقتحت الفرصة لنا لتوصيل رسلتنا والله هي الفكرة جات من الشارع يعني إحنا لعبنا كرة كتير وإحنا صغيرين والأسف الشديد الوضع وإحنا صغيرين اختلف عن الوضع الحالي ابتدينا نشوف شباب صغير في سن صغير موجود على النواصي في أوقات متأخرة من الليل ابتدينا نشوف أطفال صغيرين بيدخانوا أطفال صغيرين بيدمينوا ابتدي الموضوع يبقى فيه شكل مش كويس في حي المرج الحي اللي احنا بنقمت فيه يعني وخصوصا في بركة الحاجة بلداتنا اللي احنا أنشأنا فيها الأكاديمية ابتدي يتواصل معنا أصدقائنا المقربين مننا وبالنسبة بحيب أشكرهم الكابتن رمضان حسن والكابتن إمام عبد صبور جلال الكابتن عبد الزهر شهين الكابتن محمد عبد الجديل الكابتن عبد عظيم زيدان الكابتن تامر زكري الكابتن محمد زكري كابتن إبراهيم حسين كابتن شعبان رمضان كابتن شاحتبر المجموعة احنا كنا 12 فرد الحمد لله قادرنا نتواصل لفكرة ان احنا عايزين نغير الوضع الموجود بالنسبة لنا وكان لازم نشتغل في المجال اللي احنا بنحبه اللي احنا لعبنا فيه وقطعنا فيه جد كبير خصوصا احنا معنا مدربين في اشتغلت في عنديها في دورة المنتقلة ابتدينا نحط طرح الفكرة تشتغل ازاي ونعمل ازاي فقلنا نعمل اكاديمية طبعا بنحيي كل الناس اللي يدري تشتغل في الاكاديميات في المنتقلة بتاعتنا بس احنا كلينا واجه صورة تانية مختلفة احنا عايزين نوصل للولد ان احنا عندنا مدرسة كورة فعلا هي مدرسة رياضية تربوية يعني احنا بنشتغل في الجانب الرياضي مع الجانب التربوي يهمنا جدا ان الطفل او الناشئ الصغير دوت يتعلم يعني ايه شيء المسؤولية يتعلم يعني ايه يبقى بيفرح في النصر ويبقى زعلان في الهزيمة ولكن بيحترم خصمه في الهزيمة يتعلم يعني ايه مدربه يعني ايه ملعبه وليه حاستحترامه يعني ايه اصدقاء وليه واجبات عليها شيء المسؤولية من صغره يبتدي يركز في دروسه وشغالين دايما الحمد لله على جانب داو دا جانب التفوق الدراسي والتفوق الرياضي كابتر رمضان كنا عايزين اسألك اختيار الموهبة ازاي يعني انا لو ابني بيالعب كورة هل هو بيعرف ولا ما بيعرفش بتعمل ابن تمام احنا بنقل الولادة دكتور محمد او انا سعيد لما حدودك الموهبة بتبان من اللعيب ولمستقور عشان احنا المدربين المعانا كلهم اللعب فقندية فبهم نظر في اللعيب هو بايه بيالمسكور فبتدوا يشتغلوا عليه ويطلقوا لعب كويس طب لو ابني ما عندوش موهبة وعايز يلعب كورة الكباتل ينملوا الموهبة ويشتغل معاه شغل كويس ويطلقوا مشاهلا ويبقوا كويس بإذن الله كابتن ابراهيم بعد ما خلاص اخترنا مجموعة المواهب اللي موجودة ايه الاجراءات اللي بتتم بقى يعني ايه الحاجات اللي بتعملوها علشان الولاد دول يبقوا متميزين ومختلفين انا بس عايزة اقول لحضرتك شكرا جدا للقاء دوان ربنا خليك بس احنا في الاكاديمية اصلا يعني احنا شغالين بتخطيط تمام تخطيط ان احنا بنشتغل مش عشوائي يعني احنا بنشتغل بوحدة تدريبية منظمة وبنعمل حاجة نفيد بيها الاولاد وكل الحاجات دي كل احنا بنشتغل بيها على اللعيبة عشان نخلق من جو تنافسي شريف احنا بينا وبين الفرق التانية وفي نفس الوقت بننمي عنده موهبته موهب القروية وبننمي عنده كمان اللي هو الروح المعنوية ان هو يبقى عنده يعني ثقة في نفسه عالية قوي احنا بننمي عنده كل الحاجات دي كلها فاحنا وحداتنا التدريبية بتبقى ايبع على ان هو يبقى كله في اجواء الملعب كله في اجواء المطشات بنحاول نهيق للولد او اللعيب ان هو يبقى يعني جوه المطش كأنه ده خلاص الوحدة التدريبية بالنسبة لنا كأنها حاجة مقدسة حاجة جوه الملعب مقدسة فاحنا بننمي عنده الموهبة دي كابتن محمد ليه ايجي نجوم مصر والله طبعا باشكر حضرتك طبعا انا متشافين بحضرتك في البرنامج ومنعز اشكاء العرف سمو الشيخ طبعا احنا الحمد لله بنحاول والله بننقل احنا طبعا درسنا اخدنا كورسوات التدريبية كتير فبنحاول ننقلها للباد بصورة بسيطة جدا وبنشتغل معامل من السفر يعني ما بمزهقش منه تواجب علينا احنا نعلم كل ولد ازاي بص يقف في الملعب ازاي يطلع البصصح ازاي مش من يوم ولا اتنين بنشتغل معه وطبعا في حاجة تانية من دمها الحاجات الخلقية احنا بنحاس الولاد دايما بنسألهم على برهم بولدهم وولدتهم طبعا من حتة خلقية حتة الصلاة طبعا بنأكد عليها دايما وبفضل الله عندنا النماذج كتير كويسة جدا وتبقى ان شاء الله مشرفة لبركة الحاج ان شاء الله كله يفيدوا البلد بعد كافة الاندية منتخبات منصر ان شاء الله ان شاء الله كابتن عمر لو قلنا ان الولاد خلاص احنا شايفين المجموع من الولاد مجموعة متميزة الولاد دول بعد كده بنوصلهم لفين بص هو احنا لازم نقبل ان كرة القدم فيها شقين يعني التوفيق من عند ربنا والدراسة والاجتهاد والعمل فاحنا بنقدي اللي علينا والمدربين بيأهلوا الولد لان هو يكون مستوى قويس جدا وبنبتدي عن طريق علاقتنا بنعمل متشاط مع الاندية اخرى علشان الولد يبتدي يبان قدام الاندية الموجودة وطبعا كويس ان حضرت قصرت معي النقطة دي احنا كمجموع شباب عايزين حد كبير برضو معنا يبتدي يبقى ليه تواصل في منطقتنا التواصل دوت هيبقى دعم معناوي ودعم حتى لو مفيش دعم المادي دعم معناوي احنا بس عايزين حد يبتحلين الطريق من خلال الاندية الموجودة من خلال ملاك الشباب ان حيبتدي اللعيبة بتاعتنا تلعب باسم منطقتنا لان دوت عمل لنا برضو جياب كبير لان حضرتك عارف ان يعني ايه اسمار الرياضي يعني انا مثلا عندي مركز شباب الاندلوس عندي نادي المرج عندي نادي بركة الحج عندي ملاك الشباب موجودة عايز الاطفال بتوعي او البراعين بتاعتي تمثل منطقتي فما بقدرش اخش في اسراع مع المستثمرين لان حضرتك عارف ده استثمار رياضي اه واستثمار مهم مهم من كابت الرمضان انتم ليه انت مبتعرضوش ولادكو المواهب على الاندية اه والناس محمد احنا بنشوف اللعيب الاول بنكايمه وبعد ما نكايمه المجالدين بياخذ نظرة وبنعملوا ممتوشة كتير مع اكاديميات تانية بحيس اللعيب ايه اللعيب يزهر يحب تمام فالعيب بيزهر وبعد كده بنلاعب ايه اللعيب ايه قشرة دانية اخد بالك فبعد كده يعنى الاندية بتشوفه طبعا و المدعبين بتشوفه فالحيط ده بيسهر والوحيط طبعا رسالة تقولها لكل الولاد اللى عندك في الاكاديميات اه 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 يعني يسمعوا كلام باباهم ومامتهم وفى نفس الوقت مش كل اكل الشارع كويس بيفيدهم طبعا المفروض ده دكتور يعني أن هم يعني يعني يشوفوا أولاء أمورهم بيقولوا لهم صح عليه ويشتغلوا على كده لأن الأولاد التكوين الجثماني للعيب لازم يكون قوي القورة عايزة القوة لازم تكون لعيب قوي ما ينفعش أكل الشوارع ما ينفعش كل الحاجات دي كلها لازم أهتمي بغذية جدا في البيت وطبعا طبعا بالنوم بدري الحاجات دي كلها صحيا بتبقى كويسة جدا في لعيب القورة كابتن محمد يعني أنت الفترة اللي جاء إن شاء الله هنشوف من نجوم مصر نجوم في مصر إن شاء الله طبعا يكون في نجوم في أربع عندها في مصر إن شاء الله ومسؤوم انتهى في مصر إن شاء الله فعلا في عندنا نادة كثير مشرفة بس إحنا مش عايزين نستعجل عليهم عشان ما نحرقهمش دلوقتي ومنتظرين حاجة برضو من نادي البركة إحنا نقدمينها منقدمين مذكرة بطلب فرقة عشان نشارك في دور البرامة إن شاء الله عفين وستة وإن شاء الله يسمعونا أعضاء مجلس إدارة نادي البركة ورئيس النادي يسمعنا النهاردة المستشار عيد هيكل ويحط إيديه في إيديه مدرسة نجوم مصر وإن شاء الله المواهب اللي عندهم اللي تستاهل ينضموا للنادي ويبقوا بداية من خلال نادي بركة الحاجة إن هما يكونوا موجودين طبعا أصدقائي أنا عايز أقول إن الموضوع موضوع كبير جدا والشق مهم جدا وإن شاء الله ننزل نسجل معهم في المدرسة ونشوف المواهب اللي موجودة ويشرفنا طبعا إن احنا نعرض كل المواهب اللي موجودة في مصر برنامج كل الناس نيوز بيعرض كل المواهب اللي موجودة على مستوى جمهورية في مصر العربية اتصلوا بنا وتواصلوا معنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشة في كل حلقة طبعا أتمنى لكم إن أنتم على طول تبقوا معنا هنطلع فاصل ونرجع تاني واستنونا في الفقرة التانية من البرنامج كل الناس نيوز أنا بشكركم إن أنتم كنتوا معي وبجد أنا بسعيد إن أكونوا معكم نهاردة بشكركم نطلع فاصل ونرجع تاني